تحريك الإصبع في التشاهد الإصبع لا يحرك في التشاهد لأن الحديث الذي وارد فيه تحريك الإصبع في التشاهد حديث ضعيف فالصحيح أن الإصبعين تطويان هذا الخنصر والفنصر ويحلق بالوسطى والإبهام وينصب السباحة أما الحديث الذي جاء فيه يحركها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحركها فهذا حديث شاذ من رواية زائدة ابن قدام رضي الله عنه ورحمه وهو راوين ثقة إلا أنه شد وخالف جمهور أهل العلم الذين رأوا هذه الرواية بدون لفظة يحركها ثم إن السلف الكرام رضي الله عنهم لم يذكروا تحريك الإصبع لم يذكروا تحريك الإصبع إلا برواية واحدة فيما أذكر أنا البحث قديم لكن فيما أذكر هناك رواية فقط عن ابن عباس وليست بثابتة والذين جاءوا من التابعين وأتباع التابعين والآئمة الأربعة لم يذكروا شيئا عن تحريك الإصبع فعلم أن هذه الزيادة في تحريك الإصبع الزيادة شاذة ولم يأخذ بها أهل العلم إضافة إلى أن الذين أخذوا بها احتاروا في تحريكها منهم من قال تحريكها يمنة ويسرى منهم من قال أعلى وأسفل منهم من قال تهز هزا منهم من قال تطوى وتبسط واختلفوا متى تحرك فالراجح بارك الله فيكم أن هذا الصحيح في المسألة أن التحريك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا